السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناتكم تربية بيتي الفيديو بتاع النهاردة مهم جدا للناس المبتدئين لحيزين يتعلموا إزاي رب البط البط سواء بلدي مسكو في أي نوع بط هتربيه إن شاء الله من غير ما يحصل معاك أي مشاكل ولا أي أمراض وهتبقي أستاذة وشطورة في تربية البط تربية البط سهلة جدا بس محتاجة منك أني تكون حنينة كده وتاخد بالك منهم وتدفيهم دي أهم حاجة هنتكلم عن كل الحاجات المهمة اللي نازم نعملها للبط في العمر تاني يوم ونتكلم عن الحاجات اللي هي أساسيات اللي لازم نستقبل عليها البط وعلشان تبقي عارفة بالزبط البط بتاعك يطلع متأسس ويطلع ما يحصلش له أي مشاكل ولا يجيله كساح ولا يجيله أي حاجة بفضل الله طبعا البط بتاعنا بط بلدي الأم بس هي المسكوفي والأب بتاعهم إيه بلدي حتى لو البط بتاعك كله مسكوفي أو بط مولر أو أي نوع بط إحنا استقبلناه على مضادة حيوي تنفسي ومعوي في اليوم الأول وحنستمر عليه المضادات الحيوية دوت لحد أربعة أيام وكمان حطنا له فيتامين برضو هنستمر على الفيتامين لمدة أربعة أو خمس أيام مهم جدا بحط الصبح المضادة الحيوي وبحط آخر النهار الفيتامين لازم 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 الفيتامين ده أساسي وتكلمنا عن الكلام دوت في الحلقة الأولى النهار ده بقى هنتكلم عن إزاي نأسس البط بقى نعمله خلطات على الأكل علشان تعلي من قدرته ومن منعته وتقوي منعته تخلي صحته حلوة يتخليه ناشط تخليه حركته حلوة تخليه يتحمل البرد معانا اللي جاي دوت يتحمل بص حتى لما يكبر منك ما يجيش له كساح ما يجيش له أي مشاكل ولا أي أمراض قبل ما نتكلم عن الوصفة هتكلم عن أساسيات وحاجات مهمة جدا لازم نعملها للبط بتاعه أولا لازم ندفل مكان بتاعه كويس ونقفل عليه ونحطه في حتة على قدر يعني على حسب عدد البط اللي انت جايباه تحجزي عليه وتديه له مساحة بسيطة خالص اللي هو يأكل ويتحرك فيها وتكون فيه لمبة فوق منه وأهم حاجة الأكل يكون بعيدة عن المية والمية تكون بعيدة عن المكان اللي البط بينام فيه بس أهم حاجة أن المكان كله يكون درجة حرارته عالية نحط لمبة زي ما انتوا شايفين كده اللمبة دي أنا حطها لمبة بيضة عالية لأن أمهم بتاخدهم في حضنه وبتدفيه لو ما فيش أمهم يبقى هنحط اللمبة حمرة اللي هي بتطلع حرارة دي بتدفي وبتطلع درجة حرارة كويسة جدا ما نكتمشي قوي قوي وفي نفس الوقت ما نهويش بالذات بالذات قبل ما يكمل أسبوع يعني طول البط ما هو لسه مسبعش إحنا بنقول علي لسه مسبعش لسه مكملش سبع أيام تحافظي قوي عليه وتدفيه وما تخفيش دفي 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 يعني عادي لما يكمل سبع شهور سبع أيام علش لما يكمل سبع أيام تقدري بعد كده عادي بقى أن انت إيه تهدي شوية اللعبة يعني بلاش تكتمي عليه أو تخفي عليه شوية علشان الكتمة المستمرة هتجيب أمراض لكن إحنا بنحاول إن إحنا نندفيه بس ما خليهوش يدفق أول درجة يعرق ويجيب ميا على بعضه أو يكمكم كده على بعضه لأ أنا بخلي درجة حرارته حلوة يبقى عمال يلعبه رايح وجاي تعرف إن درجة الحرارة حوالي كويس وإن شاء الله هنحط له حاجات في الأكل تدير له نشاطه حيوية وتزود طاقته بس طبعا تكون مناسبة للسن بتاعه ومن أهم الحاجات اللي إحنا هنستخدمها النهاردة هنستخدم الزبادي ليه الزبادي على الأكل؟ لأن الزبادي دياً هترفع درجة حرارة الطائر هتديله طاقة هتديله حيوية هتديله بكتيريا نفعة البكتيريا النفعة دياً هنتحدث عنها ولا حرج طول ما عنده بكتيريا نفعة مش هتجيله بكتيريا ضر طول ما عنده بكتيريا نفعة هيقدر يتغلب على الأمراض فأنا لازم أنشط جسمه وحركه تعالوا كده ما نعمل مع بعض الوصفة أنا حطيت شوية حبة صغيرين من العلف تركيز 23% على حبة صغيرين من الفول الصوية اللي أنا كنت مخلطة عليه قبل كده حاجات للتسمين فاكرين تحط عليه حلبة وحط عليه الصغير دوت بزر كتان وبزور الشيا الحاجات دي حلوة جداً للتغذية وهنحط معلقة واحدة بس علشان أنا مش عايزة يحمض ويبقى كتير قدامهم ويدوسوا عليه معلقة واحدة بس من الزبادي طبعاً الباقي مش هنرميه فيه هنا عندنا حاجات تانية كتير حايزة تتغذى برضو فالزبادي ده هيعلي البكتيريا النفعة جوه البطن بتاعت يعني أنا بعمل لهم بكتيريا نفعة من البداية كده من وهم صغيرين بزود البكتيريا النفعة عندهم لأن وجود البكتيريا النفعة دوت هيزحصن الهضب هيديهم كالسام وهيديهم بوتاسيام وهيديهم حديد هيقلل الألمية وفقر الدم هيزود من حاجات كتيرة جداً في جسم الطائر الزبادي ده عبارة عن لبن متخمر هيعمل لهم خميرة كده فهما هجسمهم هيتخمر كده في الأمعاء بتاعتهم هتبقى الخميرة اللي هي البكتيريا النفعة تزيد أنا عايزاها تزيد ليه؟ علشان طاقة الطائر تبقى حلوة الهضم بتاعه كمان يبقى ممتاز فلما الهضم يبقى ممتاز الشهية هتعلى هيكل أكتر وبالتالي منعته هتزيد أكتر أنا عايزة أقوي الشهية بتاعتهم وقوي منعتهم بالذات في فصل الشتة يعني احنا بنزود استخدامنا للزبادي ده في فصل الشتة أكتر من استخدامه في فصل الصيف الزبادي هيمدهم بالبكتيريا النفعة هيمدهم بالكالسام بالحديد يعني هتحس إن الطائر بتاعك اسمه كده كبير وطاري وملازلاز زي بتاع المزارع بتشوف بتاع المزارع كده اليوم بتاعهم بعشرة هم بيبقوا مديينهم فيتامينات اللي احنا بنديله ده وات زي الفيتامينات احنا بندي فيتامينات وات ماشاء الله يبقى أنا بديلهم في المية فيتامين وبحط لهم برضو على الأكل حاجات تزود البكتيريا النفعة عندهم كان زمان يقولوا عليها من رب لهم معيش يعني ايه هم استخلصوا كلمة إن احنا بنزود البكتيريا النفعة جوه دي إن هم بيزودوا الحركة بتاعة الأمعاء بتاعة الطائر كل ما الحركة تزيد وكل ما نشاط يزيد فبيزيد الأكل شايفين ما شاء الله هي أموهم بقى الميزة فيها إنها كل حاجة تدقها وبعدين تقول لهم تندعليهم بصوت كده إنه تعالوا كله الحاجة دي آمنة الحاجة دي فيش منها مشكلة تعالوا كله مسموح بيها فتلاقيهم بيجوا يأكلوا عليها وهما بغمضين بيأكلوا منها على طول مدام ماما قالت لهم بقى أن دي حاجة حلو انتوا أولادكم بيسمعوا كلامكم كده هي دي التربية ولا ملاش والله قادي الأمهات أولادها بأمر منها تعالوا كله يجوا يأكلوا لأ دي وحشة ما تأكلوش خلاص ما بيش هيأكلوا بتجربوا يعني هي الأول اللي يكون فيه أي حاجة ضر عليهم أو حاجة وحشة طبعا لما بتربي البط لما البطة هي اللي بتربيه لك أولادها بتبقى حلوة جدا ومريحة وبتشيل عنك هام كتير قوي ومسئولية بأنك تعود يتدفي واترى الحرارة مناسبة ولا مش مناسبة لكن طبعا الناس اللي معناش مكان إنها تربي أمهات يعني هتشتري هتشتري البطة من بره وهتدفيه إنت حاول يكون تحتي أي حاجة تدفيه أهم حيك المكان اللي ينام فيه يكون دافر ده أساس أساس التربية للبط إنه ما يكونش المكان اللي بينام فيه أو اللي متعارفين البطة بيحب يأكل ويروح ينام يروح ينام دي ينام في حتة تكون عالية على المية بعيدة على البربطة اللي هو بيعملها دي وزي ما انتو شايفين كده أنا نرفع المية عنه هي عشان ما يبادلش نفسه أتمنى يكون الفيديو عقابكم شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته